اسعار مكتوبة على الزرع يبقى سوق الطعب البصل بتلاتين جنيه والبطاطس بخمستاشر جميع انواع البتنجان تقريبا النهاردة بعشرة جنيه بعد اتفاق اسعار البتنجان هنشوف اسعار الجملة بعد شوية القادي اسعار البتنجان هي والفاصولة في حسب الجودة فيه ناس بتبيع بعشرة وناس بتبيع بخمستاشر والبسلة بخمسة وعشرين والطماطم من ستة ونص لتمانية طبعا برضو الطماطم اسعارها اليومين دولا يعني مستقرة وسبتة العديات في الجملة العشرين كيلو من سبعين لتمانين جنيه والعديات الكبيرة في اكتوبر وفي السويس اسماعيلية من مية لمية وعشر البرنيكات البلاستيك الكبيرة اللي هي تلاتة وعشرين لغاية خمسة وعشرين كيلو اكيد طبعا دي بطاطا المينيا بسبعة ونص فيه التجزيع لانها فيه الجملة باربعة جنيه البصل المقاور ده يمكن يكون غالي شوية لانه مقاور قديم وجودته مش قد كده لكن بعشرين جنيه اللمون مع ارتفاع اسعار اللمون من اتناشر لخمستاشر جنيه في القطاع بيتباع بعشرين جنيه تقريبا مناسب الفكهة هنروح سوق الفكهة في اخر الفيديو وهنعمل مقارنة بين اللي احنا شفناه في سوق التجزيع ده وسوق القطاع اللي فيه فيصل وبين الجملة اللي هنشوفها بعد شوية بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته هنتكلم شوية على البطاطس والبصل والتوم والطماطم وبعد كده هناخد باية الزرع عموما البطاطس النهارده وهرجع لها مرة تانية الاسبونتات اسبونت المنصورة من سبعة لتمانية ونص والجبل من ستة ونص لسبعة برن المنصورة بستة ونص كارة بستة وبستة ونص على حسب اختلاف كارة والمنصورة وكارة المينيا الجزر قلتل حضراتكو شيكراه من خمسين جنيل لستين جنيل بسلة من تمنتاشر لعشرين الفلفل الشطة الحمراء من اثناشر لتلاتاشر الامجة من ستة لسبعة البذكارة بستة الشطة الخضرة بسبعة الخيار الشكاير من خمسة لستة جنيه والصوب من تمانية لعشرة القوسة من عشرة لأربعتاشر جنيه الفلفل الرومي اللي قدامنا ده الأحمر بستة وسبعة جنيه قلت لحضراتكم الخيار الشكاير بخمسة وستة وخيار الصواب من تمانية وعشرة النهاردة البتنجان رافع في كل انواع البتنجان العروس وصل لستة سبعة جملة عشان كده شفناه في التجزئة بعشرة جنيه والمخدد بين تمانية لتسعة جنيه ويمكن كمان في الجملة بعشرة جنيه لانه قليل شوية هنرجع لموضوع التوم ده واكلمكم اللي شفته في سوق القطاع بالنسبة للتوم والبتنجان اللي ابيض من خمسة لسبعة جنيه والرومي من اتنين وربع لأربعة جنيه اللامون من اتناشر لخمستاشر يعني اللامون اللي اصفر باثناشر والاخدر بيه خمستاشر جنيه التوم شفتي في الحقيقة توم حد يعني بيبيع وغالي في السوق وكلمته شوية على الاساس انه بيقول ان ده توم استورد في الحقيقة هو كان توم احمر معامل معاملة استصدير يعني اخره يتبيع الكيلو بسبعين تمانين جنيه لقيته وكاتب عليه مية وعشرين جنيه يعني ان شاء الله يا جماعة نراعي بعض كلنا يعني القلقاس من 11 ل13 جنيه زي ما انا بشتري يعني خضار وفاكهة انت برضو بتيجي مثلا تدخل صيدلية بتشتري دوة وبتاخد تاكس وبتدي امنك درس يعني انت برضو راجل بيع عشان الناس التانيين يعني عشان ربنا يعني هو المستعان يراضينا كلنا فلازم يعني حركة زي حركة التوم دي يعني نتمنى ان هي ما تكونش موجودة كتير في استوق وخصصا يعني الحمد لله بقى الناس كلها النهاردة يعني انا بنزل الاسواق بسمع الناس يقولوا ده ايه ده ده برا ده كارا ده يعني الناس بيتعرفة كمان انواع البصل والبطاطس والاسكوتلندي ويعني ما شاء الله الله ما صلى على النبي انا نزلت اسواق لقيت الناس عارفة يعني زيها زي التجار وزي البايعين البصل النهاردة جماعة اللي بيض والاحمر بيعشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين قلتلكوا هيقل شوية البصل وخاصة يعني وهو ماشي وخاصة كمان لما بصل الفتيل بيبتدي ينزل هو باحجام صغيرة لكن ابتدى ينزل المقاور كمان بقت احجامه كبيرة المقاور من عشر للاحداشر لاثناشر والفتيل من تلاتاشر لخمستاشر قلت لحضراتكم البصل القديم اللاحمر والبيض من عشرين لاتنين وعشرين وثلاثة وعشرين لانه كمان جودته ابتدت تقل من السوق وابتدت الاحجام اللي موجودة تبقى احجام قليلة يعني ما عادش زي ما كنا بنقول في اول الموسم الكردي وذاتكم جيزة الطماطم قلت لكم ان الطماطم كتيرا النهاردة في السوق عموما السعيد من الزلة فيوم طبعا من السعيد تعتبر الفيوم المنسوف والمينيا سعيد اه الشرقية واسمالية وضميات عشان كده الطماطم قلت لكم الشكارة الاسف العداية العشرين كيلو من سبعين لتمانين جيني البطاطس كميات كبيرة من البطاطس موجودة وهو ده تقريبا اللي احنا يعني سمعناه وعرفناه وانهولكم من اول الموسم ان البطاطس مش هترخص يعني في التجزية ولا تبقى بخمسة وبستة جنيه ولا بسبعة وبتمانية ممكن يعني من العشرة جنيه للخمستاشر لكن برضو مش هتغلق عن الخمستاشر على الاقل وكل حدث وليه يعني وكل حديث يعني او كل حدث وليه حديث ايوة كل حدث وليه حديث ان مش هنتكلم على التقاوي والسنة الجاية الله اعلم السنة الجاية تبقى فيها ايه يعني ممكن ان شاء الله اه يبقى عندنا اه الارض تطرح اكتر يعني الفدان يطلع اكتر من اه يطلع اقال الله اعلم التقاوي اللي احنا اشترناها السنة دي غالية هتعمل ايه وربنا هتطلعها لنا ازاي من الارض السنة اللي جاية في يعني مش هنقدر نقول البطاطس ستبقى زي البصل والبصل هيبقى زي البطاطس وخلينا في كل موسم على حسب ما اه ربنا اللي كاتب هنه هنشوفه اه ما شاء الله اليوسفي والبرتغان اه ده اليوسفي البلدي سواء حتى الااا الصحراوي او اسكندرية حتى كمان برضو التفاح لا التفاح المستورد غالي شوية غالي السنة دي اه غالي ما شفتش تفاح المستورد في السنة دي حتى في الجملة بخمسين وبستين وشفنا الجرين ده اللبناني والسوري والجولدن من اه خمسة واربعين لخمسة وخمسين جملته بستين وبسبعين برا الجرين شفته في اسواق تجزئة نسبت بها التفاح الجرين بمية واربعين وبمية وخمسين وجملته في الحقيقة برضو تمانين وتسعين اه جنيه ومية الجوافة الصحراوي والبناتي وجوافة الالوبية ما شاء الله يعني كتيرة في السوق واسعار بتتروح من تمانية لعشرة جنيه وبرتقان بسرة بسبعة وتمانية وبرتقان السكري بستة جنيه الفاكهة زي ما بقول لحضراتكم يعني قليلة شوية في السوق الكانتالوب من تمانية لتسعة جنيه الكانتالوب والرمان من تسعتاشر لعشرين بعد شوية تقريبا هنهي الحلقة عند الموز الموز من تمانية لاتناشر الصعيدي والبلدي والمغربي في الوليام كمان بنفس السعر واحسن انواع الموز البيكو من سبعتاشر لتمنتاشر اليوسفي العراشي برضو مالي سوق ما شاء الله اليوسفي العراشي آآ جميل جدا عمل برضو زي الرمان كده آآ رمان آآ قصيوت من بداري ومنفلوت ما شاء الله برضو من اجود واحسن انواع الرمان الموز اهو قلت حضراتكم اجود انواع الموز هو الفراولة من حداشر لتمنتاشر آآ جنيه. طيب قبل ما الفيديو يخلص آآ اشكر كل آآ مشتركين القناة الادام الدعمين دعم كامل للقناة بتاعليقتهم واستمرارهم وسؤالهم آآ على حلقة مبارح اللي ما نزددش انا مشاكل جدا لحضراتكم. والمشاهدين الجداد اللي بيشوفوا الحلقة دي وبيشوفوا القناة سوق العبور السوق الحرة لأول مرة يشرفني طبعا اشتراك آآ الناس الجداد عندي في القناة. ده جماعة تعبين آآ نيل واحنا جبنا قبل كده الحنشان وقلنا الحنشان البحر او تعبين البحر اسعارها بتبقى عالية والدسم بتاعها ويعني الفسفور بقى وكلها بتبقى حاجة ما شاء الله آآ جودة غير آآ النيل بالنسبة للتعبين ودي آآ العجام وان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم على العجام والبركودة والزرقان وانفرق بينهم وبن بعض. شكرا وإلى اللقاء. السلام عليكم وحمد الله وبركاته.